تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى عيده الله ورعاه أن أبى جلالته رعاه الله صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لحضور حفل تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة رقم 13 وقد كلف معاليه سعادة الفريق الركن ذياب بن صجر النعيمي رئيس هيئة الأركان وقم الحفل بالكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني واستهل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم بعدها ألقى اللواء الركن بحري عبدالله سعيد المنصوري آمر الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني كلمة وبهذه المناسبة ألقى سعادة رئيس هيئة الأركان كلمة نقل فيها لخريجي الدورة تهاني صاحب المعاليه المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بعدها قام سعادة رئيس هيئة الأركان بتسليم شهادات درجة الماجستير في العلوم العسكرية على خريجي الدورة والتي اشترك فيها عدد من الضباط الأشقاء من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية والذين شاركوا إخوانهم في هذه الدورة ونهلوا العلوم والمعارف العسكرية في أعلى صرح عسكري أكاديمي في قوة دفاع البحرين والذي تأسس برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه متمنيا سعادته لهم الخير والسداد في خدمة قواتهم المسلحة وأوطانهم ترجمة نانسي قنقر